الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله أيها الأحباب الأكارم حياكم الله جميعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في عدد جديد من برنامجكم أنوار رمضان ها نحن مقبلون على العشر الأواخر من رمضان وما أدراكم العشر الأواخر لذلك استوجب علينا بل يلزمنا أن تكون فينا همة عالية نلج فيها هذه العشر الأواخر المباركات ضيفي وضيفكم في هذا العدد المبارك إن شاء الله سبحانه وتعالى فضيلة الشيخ نور الدين العموري مرحبا بك شيخ بك مرحبا شكرا على الدعوة مرة أخرى جزاك الله خير شيخنا الفاضل نفعنا الله وإياكم بطرحكم ونسأل الله عز وجل سادة المشاهدين يستفيدوا إن شاء الله سبحانه وتعالى شيخنا الفاضل ونحن مقبلون على هذه العشر الأواخر أكيد أن لها أهمية عظمى عند الله سبحانه وتعالى أكيد بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رمضان كله خير وبركة ولكن أفضل أيام وليالي رمضان هي العشر الأواخر من رمضان وأفضل ليالي العشر الأواخر من رمضان هي ليلة القدر لذلك كان السلف الصالح كلما دخل رمضان ازدادوا في الهمة والنشاط وكلما اقتربنا من العشر الأواخر يعني في هكذا دخلنا العشر الأواخر من رمضان ازدادوا أكثر همة ونشاطا واجتهادا لأنه الذي يسابق المتسابق الذي يسير في السباق يعني متى يزيد في السرعة؟ يزيد في السرعة حينما يقترب من النهاية فكذلك نحن الآن نقترب من نهاية رمضان والأعمال بالخواتيم فعلينا أن نزيد في سرعة عبادتنا ونشاطنا وهمتنا في كل الأعمال المباركة الموجودة في رمضان الشيخ بيحدثكم عن الهمة فيما تكون أهمية الهمة العالية خاصة في هذه الأيام المباركات؟ نعم المؤمن مطالب بأن يكون صاحب همة عالية في رمضان وفي غير رمضان لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لنا إن الله يحب معالي الأمور وأشرافها ويكره سفسافها المؤمن تكون همته فكن رجلا رجله في الثرى وهامة همته في الثرية المؤمن يكون له نظر بعيد تكون له همة عالية إذا سألتم الله تعالى فسألوه الفردوس الأعلى سواء في العبادة أو في العمل أو في العلم أو في الطاعة أو في إنجاز أي عمل ورمضان فرصة لأن يقوي الإنسان همته بما جعل فيه الله سبحانه وتعالى من النفحات ومن التجليات والنبي عليه الصلاة والسلام كان جوادا كريما ولكن كان أكثر ما يزداد جوده يزداد في رمضان نعطيك مثال هذا قتاد رضي الله عنه وأرضاه هذا التابعي الجليل روي عنه أنه كان يختم القرآن كل سبع ليالي كل سبع ليالي يختم القرآن فإذا أتى رمضان ختم القرآن كل ثلاث فإذا أتت العشر الأواخر ختم القرآن كل ليلة ختم القرآن كل ليلة إذا هبت رياحك فاغتنمها فإن لكل خافقة سكون ولا تغفل عن الإحسان فيها فلا تدري السكون متى يكون فالإنسان يغتنم يغتنم خمسا قبل خمس كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يغتنم وقت الشباب ويغتنم وقت الصحة ويغتنم وقت الإقبال حتى يعني يكون صاحب همة عالية وصاحب طموح عالي ويعمل في هذه الحياة ما ينفعه في الدنيا وما ينفعه كذلك في الآخرة شيخنا الفاضل أكيد أن رمضان هي فرصة لتنمية الهمة وتطويرها في طلب معالي الأمور نعم برك الله فيك الإمام بن القيم عليه رحمة الله كان يقول ولله الهمم تخيل ولله الهمم يعني تعجب من شأن الهمة ولله الهمم ما أشد تفاوتها وأعجب شأنها فهمة متعلقة بالعرش وهمة حائمة حول الأنتان والحش فهمم الناس تختلف تختلف ونحن نخالط الناس ونرى نماذج كثيرة في مجتمعنا من الشباب ومن الناس في كل في ميدانه وكل في تخصصه سواء في العمل أو في الإدارة أو في التجارة أو في ميدان الأعمال أو في ميدان طلاب العلم تجد سبحان الله أناس لا يرضون إلا بمعالي الأمور أناس يقولون ونحن أناس لا توسط بيننا لنصدر دون العالمين أو القبر وبعض الناس تجد أناس آخرين لا يهمهم أن يكونوا متقدمين وناجحين المهم يكونوا حاضرا المهم يعني يعني يرضى بالدون من الأشياء يرضى بالنتائج البسيطة يرضى بالنتائج القليلة فديننا يأمرنا بأن نكون أصحاب همة عالية أن نطلب دوما النجاح في كل مجالات حياتنا سواء في مجالاتنا الدنيوية في أعمالنا الدنيوية يعني ممكن يستمع إلينا الآن أصحاب تجارات وأصحاب أعمال وأصحاب مشاريع وأصحاب شمعيات وتجار في الأسواق وفي المحلات الإنسان دوما يسعى يكون طموحه يكون هدفه عاليا وهذا الأمر مطلوب وبالمقابل يتخذ الأسباب لذلك يعني الهمة وحدها لا تكفي ولكن رمضان بالإمكان أن ننمي همتنا بالإمكان أن نحفز ذاتنا بالإمكان أن نحقق الكثير من الأشياء التي لا نستطيع أن نحققها في رمضان ولكن بعد رمضان نستمر أكثر في استثمار هذه الهمة فيما ينفعنا لأن العبادة عندنا العبادة هي أنموذج ولكن توجد الكثير من الأعمال من خلال رمضان نستطيع أن نستثمرها للنجاح في حياتنا ولأن نكون أصحاب همة عالية نعم شيخ حقيقة رمضان هي محطة عظيمة للتزود ولطلب معالي الأمور شيخنا الفاضل أستسمحكم أن نذهب لفاصل قصير ونعود بحول الله سبحانه وتعالى إخواني أخواتي أعزائي المشاهدين فاصل قصير ونعود بحول الله سبحانه وتعالى إبقى الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله عدنا والعود أحمد إن شاء الله شيخنا الفاضل حدثتنا قبل الفاصل عن مدرسة رمضان أنها فرصة عظيمة لتنمية الهمم والطموح فبيودنا لو تضرب لنا بعض الصور وبعض النماذج لكيفية الارتقاء في الهمة في رمضان نعم برك الله فيك أولا مضاعفة أعمال الخير والعبادة في رمضان هي صورة من صور تطوير الهمة أو رفع سقف الهمة فالإنسان يضاعف قراءته للقرآن في شهر رمضان ويضاعف إكثاره من الصدقة وأفعال الخير في شهر رمضان ويضاعف قيامه للليل في شهر رمضان يعني في غير رمضان لا نقوم للممكن كل يوم ولكن في شهر رمضان يعني نزداد أكثر في قيام الليل وغيرها من الأعمال المباركة الجليلة كذلك المنتصرون في الحياة أصحاب الهمم العالية هم الذين يحققون نتائج الانتصار وقد خلد لنا التاريخ الإسلامي كثيرا من الانتصارات في شهر رمضان نحن نتكلم الآن عن غزوة بدر ونتكلم عن فتح مكة كلاهما كان في شهر رمضان معركة عينجالوت ومعركة حطين وغيرها من المعارك كثير من المعارك كانت في شهر رمضان وانتصر فيها المسلمون تتصور بأن يوجد جيش مع التعب الذي يكون في الجهاد في ذلك الوقت وفي شهر رمضان يخرجون للقتال في سبيل الله سبحانه وتعالى هذا الأمر ليس بالسهل هذا الأمر لا يليق له إلا أصحاب الهمم العالية نحن الآن للأسف الشديد أمتنا في وقت الكسل وفي وقت الخمول أصبح لما يدخل شهر رمضان يترك الناس كل أعماله فمن له أشغال يقول لك سأتوقف عن أشغالي حتى ينتهي رمضان الذي عنده أعمال أشغال في البيت أو بعض الأعمال الأخرى يقول لك خلي حتى يكمل رمضان ممكن مواعيدك حتى بينك وبين بعض الناس يعني مواعيد مهمة يقول لك خلي حتى نعيده يعني حتى يكمل رمضان ونعيده بعد العيد نتلاقاه علىها بش نكونوا فاطرين لماذا؟ لماذا؟ شهر رمضان يقول لك كن صاحب نشاط كن صاحب همة كن صاحب عمل لماذا تؤجل حتى أشغالك البسيطة؟ لماذا الكثير من الناس لأن ينامون في الصباح وينامون بعد الظاهرة وينامون قبل المغرب؟ لماذا؟ هل الصيام فعلا يدعوك لأن تكون خاملا وهمتك مربوطة بالنوم فقط أو بالأكل فقط؟ لا المؤمن لا تخيل هل لم يكن بإمكان النبي عليه الصلاة والسلام أن يقول لأصحابه في غزوة بدر دعوا حتى ينتهي رمضان ثم نذهب للغزو وللمعلومات فقط غزوة بدر كانت في السنة الثانية للهجرة في السبع عشر من رمضان وأول رمضان صامه المسلمون في السنة الثانية للهجرة يعني أول رمضان صامه المسلمون ولكن خرجوا في رمضان فتحوا مكة هل لم يكن بإمكان النبي عليه الصلاة والسلام أن يقول لهم كما نقولوا نحن بالدرجة نخلوا حتى نعيدوا وبعدين نروحوا نفتحوا مكة لا خرج في رمضان ودخل مكة فاتحا في رمضان لذلك إخواني الكرام ينبغي علينا أن نكون أصحاب همة عالية أن نكون أصحاب نشاط لنا ولأسرنا ولعائلاتنا ومن خلالها مجتمعنا كاملا ينبغي عليه أن يغتنم رمضان للهمة العالية وللنشاط الشيخ الفاضل في سؤال له من الأهمية بمكان كثير من الناس يقول لك أن لي همة وأن لي طموح وأن لي أحلام لكن لا يمزج تلك الهمة بخطة عملية وببرنامج عملي وبأسباب مادية فكيف يوازن المسلم بين تلك الهمة العالية وبين التخطيط البشري اللازم برك الله فيك يوجد في هذا الأمر صنفان من الناس يوجد صنف أضع أنفسهم في الأوهام وفي الخيالات ويوجد صنف ضيع إمكاناتهم في سفاسف الأمور الصنف الأول أولئك الناس الذين يتكلمون لك عن الهمة وعن الأهداف وعن الطموح سأفعل كذا وسأفعل كذا وسأحقق كذا في التجارة يقول لك عندي تجارة بالمليارات وسأفعل المشروع الفلاني وتجد كل حياته كلام في السياسة سأعمل وسأعمل وسأعمل يعني في الكلام فقط في الهمة وفي حياتي هكذا سنفكر ويطمح إلى أشياء ولكن الطموح وحده لا يكفي الطموح يحتاج إلى إدارة ويحتاج إلى تخطيط ويحتاج إلى أهداف الإنسان يهتم بما هو أمامه ثم الأهم فالأهم حتى يصل إلى أهدافه الكبيرة إذا الإنسان كان له طموح عالي وليس له إمكانات وليس له خطة وليس له برنامج وليس له مراحل يسلكها حتى يصل إلى هذه الهمة العالية نقول له قد أضاعت نفسك في الخيالات والأوهام وما أكثر هؤلاء الناس في حياتنا يوجد سنف آخر عندهم إمكانات كبيرة سواء إمكانات علمية أو إمكانات في التواصل مع الناس أو إمكانات في النجاح في الأعمال التجارية وإذا دخلوا الأعمال كبيرة بإمكانهم أن يصلوا إلى أعالي الأمور ولكن للأسف الشديد ليس له هدف في الحياة ليس له طموح في الحياة فتجده يفكر في الأمور البسيطة فقط فهؤلاء نقول لهم قد قتلتم حياتكم قد قتلتم إمكانياتهم كان بإمكانكم أن تنفعوا أنفسكم أن تنفعوا عائلاتكم أن تنفعوا أمتكم أن تنفعوا دينكم ومن خلالكم أدعو كل الناس الذين يحسون قوة في أنفسهم يحس بأنه يستطيع أن يحقق شيئا في أي مجال من المجالات لا تتوقف استغل واستثمر إمكاناتك ولكن كذلك بأن تكون لك همة عالية وأن يكون لك هدف واضح لأن كذلك الإمكانات الكبيرة إذا لم يكن لها هدف واضح فلا تؤدي أي نتيجة وقد ضاع الكثير من شبابنا والكثير من الناس بين هذا بين الطموح العالي بدون برامج وبدون خطط وبين أولئك الذين لهم إمكانات وليس لهم أهداف وطموح عالي كذلك نعم شيخنا الفضل ونحن في شهر الهمة العالية وفي الأيام المباركات حبينا رسالة توجهونها للسادة المشاهدين كيف نغتنم أو نستغل هذه العشر المباركات من العشر الأواخر من رمضان برك الله فيك ها قد وصلت العشر الأواخر من رمضان ها قد وصلنا إلى الخيرات والبركات العظيمة التي جعلها الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام والليالي الأعمال بالخواتيم لا تدري متى سيقبل الله سبحانه وتعالى عملك لا تدري متى سيعتق الله سبحانه وتعالى رقبتك من النار في هذه الليلة أم في الليلة الأولى من العشر الأواخر أم في ليلة التاسع والعشرين أو في ليلة الثلاثين من رمضان فلذلك اغتنم كل لحظة واغتنم كل نفس واغتنم كل فرصة في أيام رمضان الأخيرة أو في ليالي رمضان الأخيرة وتقرب وتضرع وأكثر من العباد أكثر من القربة لله سبحانه وتعالى ويا سعد من كتبه الله سبحانه وتعالى من المقبولين في هذه الليالي ويا سعد من كتبه الله سبحانه وتعالى من عتقائه من النار والله إنه لخير كبير والله إنه لخير عظيم لا تدري متى يكون لذلك اشتهد في العشر الأواخر من رمضان وأحسن ظنك برب الأرض والسماء ستجد خيرا كثيرا بإذنه سبحانه وتعالى نعم شيخنا الفاضل نعم هي تلكم أمثلة ونماذج للإنسان كيف يعلي همته في هذا الشيء المبارك أفتنا شيخنا الفاضل جزاك الله كل خير نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها في ميزان حسناتكم إن شاء الله في رسالة أخيرة في أقل من بضع ثواني لو أردتم أن تزيدوا شيئا دعاء أم تفاؤلا بشيء إن شاء الله سبحانه وتعالى نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ بلدنا الجزائر وسائر بلاد المسلمين ونسأله سبحانه وتعالى أن يحرر المسجد الأقصى ليعود في رحاب أمة الإسلام وهو رمز لعزتها وقوتها بل وقوة إيمانها وارتباطها بربها ونسأل الله عز وجل أن ينزع عنا الوباء والبلاء وأن يحفظ أمة الإسلام جميعا والحمد لله رب العالمين برحمة الله فيكم شيخنا الفاضل إخواني أخواتي ها قد وصلنا لختامي هذا العدد المبارك من برنامجكم أنوار رمضان نسعد أن نلتقي معكم غدا إن أحيان الله سبحانه وتعالى إلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه السلام عليكم